بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الطلبة الأعزة هذا هو الدرس الثاني والثلاثون من شرح التحفة السنية على المقدمة الآجرومية حيث ما زلنا في باب المرفوعات وذكرنا في الدرس الماضي المرفوعات وقلنا أن المرفوعات هي سبعة ذكرنا منها الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر والسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها وتوقفنا عند هذا الحد واليوم نكمل بقية المرفوعات وبقية المرفوعات هي الأسماء التابعة للمرفوعات وهذه تسمى توابع لأنها تتبع المرفوع وبالتالي تأخذ حكمه وأولها النعت ومعلوم أن النعت يتبع المنعوت معلوم أن النعت يتبع المنعوت والصفة تتبع الموصوف مثاله زارني محمد الفاضل فالفاضل نعت لمحمد وهو مرفوع بالضمة وكذلك قابلني رجل كريم كريم هنا صفة مرفوعة بالضمة الظاهرة على آخرها لأنها تابعة للمنعوت وهو رجل الثاني من المرفوعات العطف والعطف نوعان عطف بيان وعطف نسق عطف البيان المراد به أنه يوضح المعطوف عليه مثاله سافر أبو حفص عمر سافر أبو حفص عمر فعمر هنا عطف بيان لأبو حفص فأنت تبين هنا من أبو حفص الذي سافر فتقول عمر ويلاحظ أنه لم يربطه حرف عطف لم يربط بين المعطوف والمعطوف عليه حرف عطف فلذلك يعرف هذا بعطف البيان وأما عطف النسق فالنسق في اللغة هو التتابع والنظم التتابع والنظم وفي الاصطلاح هو التابع الذي يأتي بينه وبين متبوعه حرف عطف نحن قلنا في عطف البيان أنه ليس بينه وبين متبوعه حرف عطف وهنا هو في عطف النسق هو التابع الذي يأتي بينه وبين متبوعه حرف عطف مثال وعند قولك يعني اشترك في المجيء أي لا يلزم أن يكون أحدهما تقدم على الآخر بخلاف قولك أي أن عمر تراخى في المجيء أي جاء بعد زيد وفي جميع الحالات هنا العطف نسق بينما عطف البيان لم يأتي بينه وبين معطوفه حرف عطف لم يفصل بينهما حرف عطف كما ذكرنا في المثال السابق سافر أبو حفص عمر فإذا عمر هنا عطف بيان وكذلك يا أخوينا سالم وصالح يا أخوينا سالم وصالح يا أخوينا هنا مناد منصوب مسن منصوب بلياء وسالم وصالح هنا عطف البيان وعطف البيان يتبع المعطوف فكذلك هما منصوبان سالم منصوب لأنه عطف بيان وصالح طبعا معطوف عليه التابع الثالث هو التوكيد ومثاله زارني الأمير نفسه فنفسه هنا توكيد يتبع المؤكد يتبع المؤكد يتبع المؤكد يتبع المؤكد فيأخذ حكمه في الرفع فإذا تقول زارني الأمير نفسه فنفسه توكيد للأمير أي لم يزرني شخص آخر وإنما الأمير نفسه والتوكيد تابع للمؤكد أكلت التفاحة نفسها أكلت التفاحة نفسها أمثلة أخرى فسجد الملائكة كلهم أجمعون أجمعون توكيد كلهم توكيد أول وأجمعون توكيد ثاني وتلاحظ أن كليهما مرفوعان كلهم أجمعون لأنه توكيد والتوكيد كما قلنا يتبع المؤكد فالملائكة مرفوع هنا فسجد الملائكة باعتبار أنها فاعل فكلهم أيضاً توكيد مرفوع وأجمعون كذلك توكيد ثاني مرفوع سجد الملائكة كلهم أجمعون وكذلك أيضاً وجاء ربك والملك صفاً 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 صفا الثانية هنا مؤكد هنا توكيد الصف الثانية توكيد صفا الثانية توكيد وأما صف الأولى فهي مفعول مطلق طبعاً مفعول مطلق الفعل طبعاً هنا الفعل الأول محذوف وجاء ربك والملائكة يصفون صفاً التقدير فإذا صف مفعول مطلق والصف الثانية مؤكدة للمفعول المطلق فإذا هو توكيد وطبعاً التوكيد يتبع المؤكد المؤكد صفاً هناك منصوب وصفاً أخرى أيضاً كذلك هي منصوبة التابع الرابع هو البدل ومثاله حضر علي أخوك حضر علي أخوك بإمكانك في البدل البدل أن يحل بدل المبدل منه فتقول حضر أخوك حضر أخوك وربما يسأل سائل هنا ويمكن أن يسأل سائل هنا ويقول لماذا لم نقل عطف بيان هنا مثل حالة جاء أبو حفص عمر جاء عمر بإمكاننا أن نقول جاء عمر ونقول عطف بيان فلماذا هنا حضر علي أخوك لم نقل عطف بيان وقلنا بدل والعلماء قالوا ما صح أن يكون عطف بيان صح أن يكون بدلا ما صح أن يكون عطف بيان صح أن يكون بدلا والعكس صحيح أي ما صح أن يكون بدلا صح أن يكون عطف بيان واستثنوا حالتين ربما نذكرهما في درس آخر ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله